هل هناك توافق أمريكي تركي حول هذه المنطقة الآمنة؟ حسب التصريحات المعلنة أن هناك اتفاق تركي أمريكي على إقامة هذه المنطقة الآمنة أو العازلة أو الخالية من داعش كما يحب بالولايات المتحدة الأمريكية تسميتها لكن أهداف هذه المنطقة الآمنة أو العازلة ابتداء تأتي لحماية تركيا لا لشيء آخر أنا قناعة الشخصية أن الأولويات في المسألة السورية خلال السنوات الماضية قد تغيرت وفي الوقت الراهن أيضا تغيرت بشكل جوهري في بداية الحديث أشرتم إلى المبادرة الإيرانية أنا قناعة شخصية أن وقت المبادرات في الوقت الراهن قد ولت النظام السوري لم يعد يسيطر إلا على جزء بسيط من الأراضي السورية ترجمة نانسي قنقر